أصعد الله مساءكم مشاهدين بكل خير أهلا بكم العدد جديد من معرض صحافة والذين أصعدوا لكم من خلاله أهم العنوين الصادرة لنهار اليوم والبداية ستكون بصحف الوطنية وجريدة النهار التي عنوانت صدر صفحتها الأولى النهار تنشر أبرز مضمين مشروع قانون المالية لسنة 2021 تخفيض إغجي على رواتب المعاقين ومنح المتقاعدين حيث سيستفيد ملاك المساكن التي أنجزت في إطار مساعدات مالية للدولة من إعفاء من دفع مستحقات عقود نقلة الملكية لذى المواثقين مع تمكين المرقين العرقين من دفعي ضيون ضربية المترتبة عليهم بالتقصيد بقرار من الحكومة التي شددت مقابل ذلك على مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على التأشير الخاصة بتمديد الإقامة لفائدة الأجانب ومبدأ المعاملة بالمثل أيضا بشأن فرض التفئة على المنتجات الوقود والمقتناز محليا الموجهة للاستعمال الشخصي من طرف البعتات الدبلوماسية وغيرها وجاءت هذه القرارات على شاكلة مقترحات تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2021 تحصلت النهار على النسخة منها نبقى دائما مع جريدة النهار ومقال آخر الرئيس تبون لا يمكن لأي كان المساس بالدستور للخلود في الحكمة حيث وجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأربعاء حوارا مطولا مع جريدة الليبغتية الفرنسية تطرق فيها إلى العديد من النقاط منها المستقبل السياسي للجزائر وعمعشته من أحداث خلال السنتين الأخيرتين إضافة للموقف الجزائر من بعض القضايا الإقليمية والدولية وخلال هذه المقابلة الصحفية أكد رئيس تبون بأنه أول رئيس للجمهورية الجزائرية منتخب ديمقراطيا من الشعب الجزائرية خلال انتخابات 12 ديسمبر الماضي بعد إسقاط مشروع العهدى الخامسة واستقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة هذا وكد الرئيس بأن الجزائر تسير في الطريقة الصحيحة لاستعادة ثقة الجزائريين في حكوماتهم ومسؤوليهم ورئيس جمهوريتهم وذلك بعد سنوات من فقدان هذه الميزة الهم نظرا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشة التي عاشتها الجزائر في السنوات الأخيرة قبل أن يضيف في سياق حديثه عن مشروع تعديل الدستور مؤكدا بأنه يعتبر بمثابة وثيقة مقدسة ولا يمكن لأحد أن يستعملها للحصول أو للوصول إلى العهدى الثالثة دائما مع النهار وحسب نتائج صبر أراء جديدة لمحهد أمامها النهار تيفي أكثر القنوات مشاهدة في الجزائر بمعدل خمسة ملايين مشاهد في اليوم حيث يواصل تلفزيون النهار تصدر قائمة القنوات الأكثر مشاهدة في الجزائر أن أثبت صبر أراء أجراه محهد أمامها خلال شهر سبتمبر 2020 أن تسعة ملايين وستمائة ألف جزائري يشاهدون تلفزيون النهار أسبوعيا بالموازات مع ذلك كشف صبر أراء ذاته أن تلفزيون النهار تحصل على المرتبة الأولى في قائمة القنوات الإخبارية بنسبة 48.74 من نسبة المشاهدة فالمزيد من النجاح والتألق للإخبارية الأولى في الجزائر ننتقل إلى جريدة الخبر والتي كتبت هذا ما نقشه اجتماع حكومة الحكومة حيث ترأس الوزير الأول عبدالعزيز جراد أمس الأربعاء اجتماعا للحكومة بتقنية تحاضر المرئية عن بعد خصص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات وحسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول أن استمعت الحكومة العرض قدمه وزيرا مالية حول مشروع مرسوم تنفيذية يحدد كيفية تصميم وإعادة الإطار الميزانياتي المتوسط المدى لتدرس بعد ذلك الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزيرا الاتصال الناطق الرسمي للحكومة يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الأنترنات ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكترلي فضلا عن ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزيرا نقل يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذية تضمن اعتماد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني ناسي مشاهدين إلى حصيلة كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الجزائر والغيزون التي كتبت ست وفيات 121 إصابة جديدة وتعافي 94 مريضا حيث سجلت 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر في الوقت الذي تماثل فيه 94 مريضا للشفاء حسب ما كشف عنه أمس الناطق الرسمي للجنة ترسب ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار وخلال اللقاء الأعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبئية لفيروس كوفيد-19 أوضح السيد فرار أن أجمالية الحالات المؤكدة بلع 52.520 حالة كما بلغ عدد الوفيات 1779 حالة فيما ارتفع عدد المتمثلين للشفاء إلى 36.850 شخص وحسب المعطيات المقدمة من قبل الاناطق الرسمي للجنة أضف السيد فرار أن 19 ولاية سجلت أقل من 9 حالات وثلاثة ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال الـ 24 ساعة الماضية في حين أن 26 ولاية لم تسجل بها أي حالة وكشف ذات المسؤول أن 31 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة ننتقل إلى المواقع الإلكترونية والبداية لنهار اليوم ستكون بأنهار أونلعين التي كثبت في تعليم مشتركة بين وزارات الداخلية الفلاحة والموارد المالية دراست كل طلبات حفر الأبارة الفلاحية قبل 31 أكتوبر حيث أصدرت ثلاثة وزارات متمثلة في كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والوزارة الموارد المائية ووزارة الفلاحة تعليم مشتركة متعلقة بمنح ترخيص حفر الأبارة الفلاحية تحمل في مضمونها تعليمات تجسد التزامات رئيس الجمهورية الذي أعطى أهمية قصوى لإعادة ثبات قطاع الفلاحة قصد ضمان الأمن الغذائي للبلاد حيث دعت التعليم سلطات المحلية بالولايات إلى إذالة العقبات البيروقراطية التي تعرقل إصدار ترخيص الحفر وفقا لنظام التشريعي والتنظيمي المعمول به وأمرت أيضا تعليم من ولاة الجمهورية من خلال السلطة المخولة لهم بالإفراج الفوري عن كل رخص الحفرة التي حظيت بموافقة اللجنة التقنية والمتحصلة على موافقة اللجنة الوطنية للموارد المالية إلى جانب دراسة كل الطلبات أو طلبات الحفرة الخاصة بالأبارة الجديدة أو التعويضية وعادة تأهيل المقدمة إلى الإدارات ذات الصلة قبل 31 أكتوبر من السنة الجارية دائما مع المواقع الإلكترونية وموقع الشروق الذي كتب على رأس وفد مهم رئيس الحكومة الإسبانية يشرع في زيارة إلى الجزائر حيث شرع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشازا مساء الأربعاء في زيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين على رأس وفد هاما وكان في استقبال سانشازا لدى وصوله إلى مطار هواري بمدين الدولية الوزير الأول عبد العزيز جرات ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم إضافة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجوت وكان قد جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الحكومة الإسباني السيد بيدرو سانشاز وخلال زيارة الرسمية إلى الجزائر والتي ستدوم يومين سيلتقي خلالها برئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون كما أيضا سيعقد جلسة عمل مع الوزير الأول ناسي المشاهدين إلى المنصات العالمية والبداية ستكون بروسيا اليوم التي كتبت فرنسا تعلن عن تأجيل مؤتمر دولي لدعم لبنان حيث عللت الحكومة الفرنسية مساء أمس الأربعاء أن المؤتمر الدولي بشأن تقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان والذي كان من المقرر أن يتصطدفه باريس الواخر هذا الشهر أو شهر أكتوبر الجاري وسيعقد في شهر نوفمبر وأعلن وزير الخارجي الفرنسي جون إيف أن تأجيل المؤتمر في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية للفرنسية وصرح لودغيان بأن مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستجتمع في غضون الأيام القليلة القادمة بغية التأكيد على وجود حاجة إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان ويأتي ذلك على خلفية فشل الطبقة السياسية اللبنانية في تشكيل حكومة جديدة في الموعد المطروح من قبل باريس ضمن إطار خارطة الطريق أعلنها رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد الإفشار المدمر الذي هز في مرفأ بيروت شهر أوت الماضي نختم شاهدين بسيانان التي كتبت محكمة أمريكية لا يمكن لترامب منع المحاققين من الحصول على إقرارات الضربية حيث قضت محكمة إستئناف الفيدرالية أمس الأربعاء بأنه يمكن للمدعي العام في منهاتنا الحصول على الإقرارات الضربية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتكاسة جديدة لجهوده من أجل حماية إقراراته الضربية من المحاققين لكن من المرجحة ترفع القضية إلى المحكمة العولية ورفضت محكمة الإستئناف الأمريكية الثانية على نطاق واسع حجج ترامب بأن أمر استدعاء سجلاته كان فتفاضا للغاية وصدر بسوء نيا ولن يتم تسليم الإقرارات الضربية وسجلات المالية الأخرى على الفور إلى نيابة العامة وأوقفت محكمة الإستئناف تنفيذ أمر استدعاء بناء على اتفاق مشترك بين محامي مقاطعة منهاتن والفريق القانوني للرئيس الأمريكي بمجب هذا الترسيب هناك جدول زمني للإحاطة مدته 12 يوما لترامب لمطالبة المحكمة العليا بوقف إنفاذ أمر استدعائه كانت الدعوة هي أحدث محاولة من قبل رئيس دونالد ترامب لمحاولة عرقلت أمر استدعاء بعد حكم المحكمة العليا هذا الصيف الذي قال أن الرئيس لا يتمتع بحصانة واسعة من استدعاء هيئة محلفين كبرى إذن مشاهدينا كان هذا أهم العنوين الصادرة لنا حليا ترجمة نانسي قنقر